اشتركوا في القناة باكر ريوز تربية رياضية النهاردة الدكتور ايمان عبد الفتاح جايبينه مخصوص عشان نتكلم في مراحل البراعم والتخطيط العلمي التخطيط البدني اللي قايم على أسس علمية العالم كله بيتطور العالم كله النهاردة بيدور على الأسلوب والطريقة الرياضية العلمية عشان نطور من نفسنا احنا مش اقلم من أوروبا في حاجة احنا ان شاء الله هنبقى ماشيين بنهت مميز بإذن الله في كل حلقة من حلقتنا عايزين دايما نفضل ندور على الجديد عايزين نفضل دايما ندور على ان احنا ننشئ البراعم والنشئين في مصر بطريقة علمية وبطريقة حديثة بنرحب بالدكتور ايمان عبد الفتاح بنلديك الساحة محمد شارف ليه والله ان اكون مع حضرتك يعني وبرنامج محترم ومشهور جدا على السوشيال ميديا وبسم الله ما شاء الله ربنا خاركك شارف لينا مع حضرتك يعني دكتور ايمان بما ان حضرتك مخطة أحمال ممكن ان نفهم الناس يعني ايه احمال بدنية معظم المدربين فاهمين ان كلمة احمال او حلم تدريبي يعني بدني بس عايز حضرتك تفهم المدربين وتفهم الناس والله عصد محمد بص انا عايز اقول لحضرتك على حاجة هو كلمة يعني الحمل التدريبي لما بتقول مثلا احنا مثلا بتشوف مثلا انبسط الأمور بالنسبة للاولياء الأمور او بالنسبة للمدربين الناس دايما لما بتشوف مثلا فيه ضرب وقع في الملعب يقولك مثلاً ده الحمل بتاع اللعبة وقع وهو المسمى الحمل يدرج على طول دايماً ليه مسمى بدني وده خطأ تمام لإن الحمل تعريفه كمصطلح علمياً هو العب أو البرس أو الضغط العب الواقع على الفرد أثناء أداء المجهود الرياضي وهذا العب إما يكون خمس حاجات إما يكون خمس حاجات بدني مهاري خططي زهني نفسي تمام ولكل واحدة لها مظاهرة بالنسبة للاعبة كرة القدم طيب إنت لو ما تيجي مثلاً نمسك مثلاً جزء مثلاً المهاري تمام إيه اللي ممكن مثلاً بما أن الحلقة مثلاً موضوع مثلاً فيها براعن نقول مثلاً جزء المهاري دوا إيه اللي ممكن أخطاء يحصل للولد برس في النقطة دي أنا عندي الجزء المهاري دوا اسم محمد بيتكون مين عندي مهاري بسيط ومهاري مركب لما جي أنا في المرحلة السنية مرحلة يعني ما عليش يا دكتور إيما هقطع يعني مهاري بسيط ومهاري مركب هقول لك يعني عايز أفهم الناس ببساطة كده يعني عشان الناس يبقى متفاعلة معانا تمام وفهمها الكلام اللي حاجة بتقوله كلمة مهاري بسيط يعني دي أنا بعلم الولد مهارة واحدة فقط سنجل سي مثلاً مهارة التمرير تمام مهارة مثلاً الاستلام مهارة الهيدرز تمام مهارة مثلاً التصويب مهارة رمية التماس دي مهارة واحدة فبالتالي ينطبق عليها كلمة مهاري بسيط مهاري بسيط تمام أما كلمة مهاري مركب دي بتجمع بين صفتين مهارتين اللي استلموا البصوة التمرير اللي استلموا البصوة الشوتينج تمام التصويب أو إنك إنت تجمع بين صفة مهارية وصفة بدنية حلوة أو بين صفة خططية وصفة مهارية تمام فده الفرق بين كلمة بسيط وكلمة مركب فبالتالي المرحلة السنية دي أنا لما يكون مثلا عندي طبعا أنا نرجع إن شاء الله نستخدم مثلا في الموضوع بالنسبة للتقسيمات بتاعة البرائم وكلام ده كله فلما نيجي مثلا نستخدم بالنسبة للمرحلة السنية الصغيرة ونقول مثلا نديهم مثلا كمدرب أنا رجل مسؤول مثلا أو مدرب مثلا كوتش معروف لما يجي مثلا أستخدم مثلا مع الولد شغل المهار المركب والولد لسه عنده لأداد الزين أو فكره لسه منضاقش تماما يتمنى بجد إن أولاد الأمور مبصتوش لأولادهم بالمنظر اللي هو ده محمد صلاح ده مثلا كذا ده في الأهلي ده في الزمالك لا إنت بصني إن العقلية دي ليسا عقلية زويرة محتاجة شوية نضوة شوية فبالتالي إحنا بنقول إن الشغل المسيط يعني إيه؟ يعني أنا أعلم الولد الجزء المرحلة السنية وبما إن الحلقة حلقة برائم محتاج إن الولد ياخد الشغل كله من السبات تمام تعليم مهارة واحدة بس أبقى بقى لإن المرحلة السنية دي هتلقى فيها بس محمد كمية أقطاء رهيبة كمية أقطاء رهيبة فبالتالي إنت بتحاول بقدر الإمكان ومحتاجة صبر من المدرب إنه يبدل يستخدم وأستخدم إيه في الجزء المهار البسيط في أنا عندي مثلا نوعين مثلا من الشغل المهاري أنا مثلا هعمل مثلا مهارة مثلا التمرير والباص تمام الأول أعلم الولد من السبات الأول أعلمه بالسبات يعني إيه؟ يعني أنا أشرح للولد أول حاجة واجبات المدرب أو موجبات الكوتش الأول أو موجودة مثلا المخطط الأحمال اللي بدي تعليماته بالنسبة للمدرب يعمل حاجة واحدة بس الأول تمام؟ المفروض المدرب يشرح يشرح المهارة شرح لفظي الأول ويوريها للولد بتتعامل إزاي؟ هل الباص والتمرير ده بيتعامل بالخارجي؟ بالداخلي؟ ببطن القدم؟ فطبعا أنا مش هقول مثلا للولد طفل صغير هقول له إيه بقى؟ عشر بالبلدي تمام هقول له مثلا صابع رجلك الكبير فين يقول له هي يبقى دي إيه؟ داخلي هقول له الصغير فين؟ يقول له أقول له ده خارجي أقول له تملأ كرة كلها ببطنة رجلة يبقى إيه ده؟ يبقى ده بطن القدم احنا نحاول نبسط الأمور بالنسبة للسادة المشاهدين ايضا أيمان خليتني خلي بالكلام حدثك خلاني أسألك أقولك هو المفترض نتمرحل البراعة يبقى في مخطط أحمال من عندك مثال؟ مخطط الأحمال يا فانديم لازمي لكون موجود حتى كلمة مخطط أحمال يعني إيه؟ هو الرجل كلمة مخطط أحمال ده شغله ياسس محمد ده نظري هو بيخطط الوحدة التدريبية وتسلسل الوحدة التدريبية اللي احنا محظم المدربين ما تعرفش يعني إيه كلمة تسلسل الوحدة التدريبية أبدأ بإيه وأفنش بإيه؟ ولما أجي مثلا أقول كلمة وحدة التدريبية أنا عندي الإحماء الإحماء اللي بيعملوا الولد معظم المدربين بيشتغلوا معليش يعني معظمهم أو ناس كتير جداً بيعملوا الإحماء كإحماء لكن المفروض علمياً أوروبا بتعمل إيه؟ الإحماء يا أستاذ محمد بيعمله يخدم الجزء الرئيسي لأننا عندي الوحدة التدريبية جزء تمهيدي جزء رئيسي وجزء خيطاني هذه تركيبة الوحدة التدريبية طيب أنا لما أقول مثلاً جزء تمهيدي تمهيدي يعني إحماء لازم الإحماء يخدم الجزء الرئيسي سي مثلا أنا حط مثلا مكون الرشاقة أو حط مثلا مكون التوافق تمام في الجزء الرئيسي هشتغل عليه طيب مكون الرشاقة والطفو دي أجهاز عصبية تمام ده أجهاز عصبية تمام أجهاز عصبية يعني أقصى حاجة بتنتيكها العضلة full speed ده بالنسبة لمين مش بالنسبة للبراعم لا بالنسبة للنشئين بالنسبة للإدرجة الأولى أما للبراعم أنا بعلم الولد التكنك يعني أفهم من كلام حضرتك دكتور أيمن المراحل البراعم لازم يقفهم خطة أحمال لازم لأنه هو هيدي المدرب يجي عامل إيه يجي مثلا ماسكوتش كده أقول لك أسي محمد اتفضل أنت النهاردة هتعمل لي مثلا واحد اتين تلاتة اربعة أقول لك مثلا النهاردة هتبدأ مثلا هتبسيب كبداية هتبدأ بالرشاقة بس في نقطة طب إيه دور المدرب دور المدرب أن أنا كراجل كمخطط أحمال أنا أكتب لك كلمة رشاقة أسي محمد تمام دورك أنك أنت تبدأ فيها بقى كمدرب وتثبت لي بقى إبداعك في كلمة الرشاقة لكن أنا مش هكتب لك مثلا كمخطط من أكتب لك كلمة رشاقة وعملك التمرين صحيح مش هيبقى دوري أن أنا أقول وأنا لنفذ وأنا لنفذ يوم أنت بحداك بمدرب بالصف بلصف بلصف عشان كده حنا نقول إيه نقول كلمة مثلا أنا حططت لي مثلا مكوم معي يبقى هو لازم يفرض وبيخطط برضو الوحدة التدريبية بيخطط الدورة التدريبية الصغرى اللي هي الدورة التدريبية الأسبوعية وحدة زائد وحدة زائد وحدة زائد وحدة يسوي عندي أسبوع الدورة التدريبية الشهرية تمام اللي هي أسبوع زائد أسبوع زائد أسبوع زائد أسبوع وهكذا دي بالنسبة للإفادة بالنسبة للمحطط الأحمال طيب أنا عايز أحرف دايما الناس بتربط ما بين مخطط الأحمال تمام ومدرب اللاقة البدنية أنا عايز أفهم الناس إن مخطط الأحمال ملوش دعو بمدرب اللاقة البدنية الفرق طيب هقول لحضرتك باسم محمد المخطط الأحمال دول ده بيوضع برامج حل تمام؟ ده القطاع كله تمام؟ ياخد مثلا مدرب اللاقة البدنية ياخده جزء بقى لأنه هو مدرب كلمة اللاقة البدنية يعني مين؟ يعني راجل عنده علم بمكونات اللاقة البدنية من توافق من رشاقة بلاش هقول مثلا المكونات هقول من؟ جهاز عضلي وأنواعه جهاز عصبي وأنواعه جهاز مثلا دوري تنافسي وأنواعه بمعنى إن أنا مثلا المدرب المدرب اللاقة البدنية تهم يعني شغله فيلد تمام؟ شغله فيلد ملعب تمام؟ مدرب اللاقة البدنية شغله ملعب ملعب أما مخطط الأحمال ده ممكن يكون مثلا راجل أستاذ دكتور أو مثلا قامة كبيرة جدا في التدريب وعندنا ناس بسم الله مش الله يعني ناس أفضل كتير جدا بيخططوا وبيدوا مثلا المدرب وطبعا فيه النقطة عايز أقولها لك ويا سلام اللي يجمع بيني الاثنين آه بحقيق ديت بحاجة جميلة جدا يعني لما يكون مثلا نادي أو كذا جديد مثلا واحد جاهنا في خطط كويس وبيدون تمثل محمد بيطلب مني مثلا شغل مثلا أبدأ أخطط وطبق بقى عمل ديت بحاجة جميلة جدا يعني هو فيه فرق كبير فرق فرق إن ده مكتب وده ملعب وده ملعب بالزبط بالزبط الرجل أنا بخطط يعني مثلا ممكن أنا إيه ممكن معرفش أخطط ممكن لأكون مدرب لقبة بدنية بس معرفش أخطط معرفش أعمل لحدة التدربية معرفش تصارد لحدة التدربية معرفش مثلاً كذا لكن أعرف مثلا 3000 تقول لي مثلا اشتغل رشاقة أقول لك حاضر اشتغل توافق أقول لك حاضر قول لي شتغل مثلاً طيب مراحلات البراعم عندنا بتبتدي امتى وبتنتهي امتى في نهايتها هيبتدي يخش في مراحل قطاعات الناشئين يعني مرحلة البراعم احنا عارفين انه مرحلة المراعم في مصر بتبتدي من 7 سنين 8 سنين بتخلص عند امتى عشان ابتدي اقول ان ده بقى ناشئ ينطبق عليه مواصفات التدريبات بتاع الناشئ مش مراحل البراعم تمام بصص محمد انا عايز اقول لها دك على حاجة هو التخطيط في المرحلة السينية دي اختلفوا اهل العامي فيه من خطط الموضوعات على المرحلتين وفيه من خططهم مثلا على مرحلتين بينهم مستويين تمام انا اتكلم بس ايه شوية بسط الامور بالنسبة للناس تمام اقدر اقولي ان مرحلة البراعم بتقول مثلا من 5 ل 12 سنة قوي ده مبدئيا من 5 ل 12 سنة طيب من 5 ل 12 سنة دي لها تأسمات مم لها تأسمات اه يعني 7 سنين مش هيبقى زي 5 سنين بالزبط يا فنان 7 سنين مش هيبقى بالزبط اسم محمد بالزبط فأنا مثلا بقول مثلا ايه المرحلة مثلا الاولى من 5 ل 7 سنين هل طيب دي بتسمع ايه انا عندي ولد صغير يعني لسه عنده الادراك والادراك الحيسي بتاعه صغير جدا فبالتالي لما تشوف مثلا من 5 ل 7 سنين تبدأ ياخد ايه ياخد دي بيسموها مرحلة اسم مرحلة التمطع هل او مرحلة المتطع انا عايز اعلم الولد فيها ايه بقى يعني من 5 ل 7 سنين دي ايه المطوب اللي انا علم فيها الناشئ البرع معدش انا ياسف تمام تمام انت اول حاجة بالنسبة للجزئية دي المحارت الاساسية حلو المحارت الاساسية في كورة القدر ايه هي محارت الاساسية يعني مثلا انا هستخدم مثلا دلوقتي الجزء مثلا المهاري الجزء المهار هقول مثلا اه مهارة مثلا ثانية واحدة كده هتلاقيه موجودة عندك برضه مدفقتون ركل الكرة اسم محمد الجريب الكرة ضرب الكرة بالرأس السيطرة على الكرة بس الحاجات دي أستخدمها إزاي؟ ده حتة النقطة اللي عز وصلها لك أنا لما أكون مثلاً كوالية أمر وشايف أن مدرب والابني مثلاً عنده خمس سنين وأنا ببسط الأمر لحضرتك عنده خمس سنين وأقول أن مدرب مثلاً إعمل بس كده ويرجع لورا وخش جلق ده ده ما يصحش اسمها ده فحيح الشغل الأول علمياً أن الولد زي ما قلت لحضرتك من شوية كمدرب أتعمل نفسياً مع الولد أخلي الولد يحبني الأول ثم بعد كده أقول أفهمه يعني إيه بطن الرجل؟ يعني إيه خارجي؟ يعني إيه الداخل أشرح لي المهارة؟ أنا عايز إيه؟ عايز بسوط تمرير فهضطرها أعمل إيه؟ إن أنا أورير أشرح له الأول ببقي تمام؟ أشرح له المهارة كويس جداً ثم بعد كده أبدأ أنفذ أنا المهارة قدامه ثم بعد كده أبدأ أقول للولد أعمل كده هتلقى مثلاً الولد هيغلط هيغلط ليه؟ هيستخدم أجزاء من دسمه أنا مش محتاجها في المهارة فبالتالي أنا هبدأ واحدة 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 أصحح ليه طيب من النوحة العلمية المفروض أعمل إيه في الجزء دير؟ ما استمرش بقى كمدرب أو ككوتش أفضل شغال بقى السيزون كله أو الأسبوع كله على المهارة بتاعتركي الكرة بالضبط أنا الولد خلص اكتسب حاجات معينة وفيه من حاجات معينة فيه أخطاء بسيطة أروح أنقل على المهارة كامية ما ينفعش أمقى أو مصمم على المهارة واحدة لأ أروح أنقل مثلاً أعجلي مثلاً بالكرة تمام؟ إزاي يقدر مثلاً الولد يجد أنقل مثلاً على المهارة بالرأس ومع كده أرجع عليها تاني بحيث الأخطاء اللي لحظتها مثلاً بالنسبة لركل الكرة والكلام ده كله فالمرحلة السينية دي محتاجة من الجوانب المهارية تعليم المهارات الأساسية حلو تمام؟ نخش بقى على المراحلة اللي هي أكبر شوية من مثلاً من 10 إلى 13 سنة ده المطلوب مني إن أنا إن أنا أديله إيه؟ أديله برعاً في المرحلة دي إيه؟ لا ما أنا عايز أقول لحدك على حاجة إحنا دلوقتي قسمناها لمرحلة تيس لمرحلة إيه؟ المرحلة الأولى دايماً بقول لأولياء الأمور المرحلة الأولى بتبقى من 5 ل7 سنين الولد بياخد فيها إيه؟ المهارات الأساسية عموماً بس من السبات من السبات؟ من السبات مش من الحركة لحد ما تقل عنده الأخطاء أبدأ بقى أشتغل معاه واحدة واحدة من الحركة بعد 7 سنين بقى في المرحلة دي دي فروق فرديس محمد تمام دي فروق فرديس حريطة يعني أنا ممكن أقلق مثلاً ولد كويس كمام؟ تبا الكويس ديه؟ الموهبه أصدق الموهبه الضبطة ولد كويس ليه أخي ليه من السبات؟ ما بدأ أديله حركة لكن واحد لسه ما أين المدرب نفسها المرحلة التانية المرحلة التانية دي بتتقسم لحاجتين اللي مستويين تمام؟ المرحلة التانية دي من 8 المرحلة المستوي التانية بيوبقى من 8 إلى 10 سنين دي لها شكل ومن 11 إلى 12 ده لها شكل تمام المرحلة ديه عمون مرحلة تانية دي بتسمى بمرحلة الأداء الفني تمام يعني أولى كانت مرحلة بالنسبة مرحلة التمتع التانية هتبقى مرحلة الأداء الفني بالنسبة للاعظة طيب محتياجات المدرج فيها ايه؟ او المرحلة السنية دي أنا باستخدم فيها ايه؟ دي بيكون وصل فيها الولد في مرحلة الأداء الفني دي لمرحلة التوافق الجيد يعني ايه كيف تتوافق الجيد؟ يعني خلاص الولد بدأ مكان شغل بسيط ومش قادر يعرف فيه مثلا نباسي ويستمر لا بدأ بقى ايه؟ بدأ بقى الشغل البصوط التامريد بدأ من الحركة بقي كويس آه طمام نوعا ما بيسموه مرحلة التوفق الجيد طيب إن أنا أستخدم برس على الولد إن أنا أضغط عليه بس ضغط بيكون واحدة واحدة طيب إيه اللي ممكن أنا أستخدمه في المرحلة دي برضو نفس النظام أبدأ أشرح للولد المهارة بس في حاجة أعمل في إيه بقى الشغل ده أحط مثلا مهارة مثلا مدافع سلبي على مهاجم مثلا سلبي أبدأ أطور بقى في الجزء مثلا الخطة دي أبدأ مثلا أعمل ثلاثة مثلا موضوعة مثلا تمرينات خمسة ضد ثلاثة مع التركيز على الأداء المهاري بس بشرط واحد بشرط واحد أنا سيه مثلا هعمل الاسمو الجنس أسو محمد اللي هو المباراة المصغارة تمام الغرض من المباراة المصغارة دي إن أنا الجزء المهاري فبقر إن أنا الولد يشتغل بس وتمرير بس وتمرير بس وتمرير أنا عايز مش عايز أكتر من كده منه إنه يبس ويمرر طيب بشرط واحد إن الولد ما وصلش لحالة التعب لإن دي تسمى في علم التدريب أو مسمى في الكزاكة الفتنس حاجة اسمه تحمل الأداء أنا مش عايز ده أنا الغرض من إن أنا بعمل لسمو الجيمز دول إن بديق ليه المساحة وطبعاً برضو مهما إن كان برضو محالة سنة صغيرة للمحالة براعم بحاول إنه دي إليه المساحة تمام وابدأ أشتغل أركز بعمل مهارة مهارة إيه؟ مهارة التصويب أبدأ أركز 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 داخل السمول جيمز مهارة أركز الكرة وهكذا 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 ده بالنسبة للمحالة سنة بالضبط آه المدرب برضو بيعطي المرحلة التانية برضو اللي هي إحنا قلنا من 10 إلى 12 يعطي كل الحاجات قريبة جداً من المباراة يبتد بقى يعيشه في أجواء المباراة إنه خالص هو داخل على مرحلة إيه؟ إنه مقناشئ هو أنا هنا هسألك سؤال بقى مهم جداً فضل هي مرحلة البراعم مرحلة البراعم هي مرحلة تدريبية ولا مرحلة تعليمية مليون في المية مرحلة تعليمية يعني أنا أمطالب فيها إن أنا أدربه وديله شغلي بدني ولا أمطالب فيها إن أنا أعلمه وخليه يكتسب المهارات ويكتسب الكلام ده بصص محمد إحنا هنتكلم في الجزء دي باستفادة وإن شاء الله نقدر برضو وإنشرحها مع السادة المشاهدين وإنفاهمهم الشغل الصح بتعمل إزاي بالنسبة لبرة إنت بتشوف حاجات برة طيب أول حاجة إنت بتقول لي هل البراعم محتاجة شغلي تعليمي أم محتاجة شغلي تدريب تمام مليون في المية محتاجة شغل تعليم تعليم أمر حلقة تعليمية طيب لما نقول كلمة مثلاً تعليم نحط سهم كده ونقول نكتب تحتها بالزبط كده تكنيك ولما نقول كلمة تدريب نجعمين سهم ونقول تحتها تدريب تمام تمام أداء قصدي علش آسف تمام تدريب يعني أداء حل تمام طيب التعليم مع التكني ده مرحلة البراعم التدريب مع الأداء ده مرحلة الناشئين والدرجة الأولى آه يعني الجزئية التانية دي مش بتاعتنا بتاعت الناشئين مش موضوعنا لكن موضوعنا احنا كلمة التعليم ايه هو التكنيك تمام نعرفه مشكلة مختلفة ديوقتي المراحل السامية فاندي مقص محمد قلنا قلنا المراحل من 5 ل 12 سنة حل صحي كده طيب الولد ياخد فائد بالنسبة لشغل التعليم نمسك مثلاً نقطة نقطة احنا تكلمنا في الجزء المهاري اللي هو من السبات ثم بعد كده أبدأ من الحركة طيب أنا اللي يهمني كراجل مخطط أحمال إيه اللي بيستخدمه بالنسبة للياقة البدنية رقم واحد ما فيش حاجة اسمه تحمل فيش تدربة تحمل ياخد تحمل خالص اه دي رقم واحد ليه لأن عنده الساعة الهوائية صغيرة عنده معدته الرئتين نقول بالبلد كده مش هنقول ساعة هوائية هون اللي الرئتين بتقو صغيرين مش محملين بالأكسجين صحيح طيب بالتالي غير وغير حضرتك أو ما تمش مرحلة النمو طيب بالتالي الاكسجين داخل الرئتين عنده قليلين جدا تمام ما اشتغلش هنالي بدن ما ينفعش اشتغل بعد التحمل تحمل 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 طيب اتنين ما ينفعش اشتغل معاه الحاجات الخاصة ولا تحمل خاص ولا تحمل أداء خالص نهائي طيب انت حبيت مثلا أديله مثلا كلمة رشاقة أو حديت مثلا أديله كلمة توافق أو أديله مثلا توازن الأولى بسم حمامد انت لو بصيت على كلمة رشاقة يعني طيب نعرف للسادة المشاهدين يعني ايه كلمة رشاقة لان مشكلة في حاجة هناك فرق بين المبدع والمقلد صحيح يعني احنا برا بنشوف مسلس محمد بشوفه حاطط أمه وطبق أروح أنا مكان تاني أعمل أمه وطبق واضرب تمام يجي أقولي الأمر ده جامد قوي ده بكسر الدنيا وهو يا عيش انا عندي أماكن في جاعة يكسر بيه وكلام ده ومشتغل فيها سمحمد يعني بعمل ايه اقصى حاجة بشتغل بحشرة اقصى حاجة بش حاجة اسمها تلاتي لا او فيه مثلا نزال مجموعة تانية اقصى اقصى عدد العديد اقصى عدد لاني بتعتمد على المرحلة بتتكلم على البراعم لان المرحلة دي محتاجة شهر لتعليم تعليم تيكنيك يعني ايه معنا كلمة تيكنيك يعني الوضع التشريحي الخاص لأداء المهارة الحركية كويس الولد يدخل ازاي على الحاجات دي يدخل ازاي كلمة رشاقة طيب لما نيجي مثلا تقول لي مثلا طب انت قلت كلمة تيكنيك وقلت كلمة اداء تقدر تقول لي مثلا تتطلح ازاي من التعريف بتاع الرشاقة اقولك مثلا ساي مثلا تعريف الرشاقة تغيير جسم اللاعب سواء في الهواء او على الارض تمام تغيير جسم اللاعب كلمة تغيير جسم اللاعب يعني تيكنيك انسيابية بعد التعريف بقى التعريف بقى ايه في اقل زمن ممكن كلمة اقل زمن ممكن يعني فلس بيت او أداء 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 أخذ الجزء الأولاني مع البراعم وأخذ الجزءين مع الناشئين حلوة لأننا رجل اشتغلت في الدرجة الأولى والله يا بس محمد بشوف حاجات في الدرجة أولى مش عالف يدخل رشاك مش عالف يدخل التوافق لأن مرحلة التأسيس غلط فبالتالي يا جماعة أنا بقول لأولياء الأمور ياريت نهتم جداً وأنا إن شاء الله حاول يعني لو تسمع لأولياء الأمور إن أنا أشرح برضو يعني إيه تيكنيك يعني إيه الوضع التشريح بتاعك يدخل إزاي الولد؟ وهل مثلاً يبقى فيه مثلاً الولد مثلاً لما يدخل مثلاً على المهارة دي أنا؟ تمام؟ هل أحطوله مثلاً سرعاته؟ لا غالص أنا شغال في جسمي تمام؟ فزي ما قلنا التوافق تمام؟ عبارة مثلاً مجموعتين عضلتين مختلفتين بنشتغلهم مع بعض عينيك مع إيديك مع رجليك مختلفين إيدي مع رجليا تمام؟ الوضع التشريح بتاع جسمي بيبقى عامل إزاي لازمة نأسس الولد إيه أول على الوضع التشريح بتاع جسمه بيدخل لأداء المهارة حركي إزاي؟ طيب تقدر تقولي أنا لما أجي دلوقتي ممكن أشتغل دلوقتي مثلاً أشرح مثلاً التكنيك يعني هنا تمام؟ طبعاً محمد؟ طبعاً فأنا مثلاً أنا لما أجي مثلاً أدخل هنا؟ ماذا؟ طبعاً؟ أنا لما أجي مثلاً أدخل كده تمام؟ هتلقى مثلاً لازمة التوتل بتاع الجسم الجسم كله يتحرك ناحية ديمين وناحية الشمال دي واحد دي إيه؟ واحد ماينفعش يبقى جزء وجزء ماينفعش يبقى كده لا لازم الجسم كله؟ آه ليه لأنه كده هيبقى فيه خلل في البالانس في التوازن تمام؟ طيب دي حاجة الحاجة التانية لما جدخل كده ماينفعش يروح كده ليه؟ لأن المدى الحركي في البتاع دي بعيد تمام؟ طيب إيه اللي هيفيدني في كورة القدم؟ هقولك يفيدك إيه في كورة القدم حاجة دي قلت لساً سألت السؤال ده؟ بالزبط يفيدني إيه في كورة القدم اسم محمد؟ ما لازم المتخصص يبقى عارف فانيات اللعبة كويس صحيح؟ نفيدني فيه أنا دلوقتي مثلاً قدامي لعب زي ده لعب كورة قدرتك مثلاً لو جيت قمت مثلاً قدت لي مثلاً لعب كورة أنا وقيت مثلاً أهو أدي لعب كورة أهو عشان الكاميرا تمام؟ وأنا داخل قدامه عمري ما هقدر أرقص اللعب في المساحة دي كلها تمام؟ تمام؟ لأنه دي بعيد عليها جداً تمام؟ فبأضطر إن أنا بروغه عدية تمام؟ اندخلت كده وجيت مروغة فبالتالي الولد بيتعلم التكنيك الصحيح هنا لكن هو لو تعلم غلط دي من ضمن الأخطاء اللي إحنا بنشوفها يجي الولد عاملك إزاي؟ المدربين هناك المدرب داخل مثلاً تلقى مثلاً الولد حاجة تاني يستخدم أهزائي من جسم وهو مش محتاجها أنا دلوقتي الرشاقة جزء الجزء اللي تحت بس تاني يستخدمه يعني مجيش واحد مثلاً تلقى مثلاً والمدرب سايبه في مرحلة البراعن والأكديمات اللي إحنا بنشوفها المدرب سايبه يعمل إيه؟ عامل كده بيصيبه فعلاً وابد بيصيبه ليه؟ لأ، الرشاقة الجزء اللي تحت بس اللي أنا شغال عليه أنا مليش كله باللي فوق فبالتالي متحول على دا لأ أقول له حبيبي لأ أنا دلوقتي سابك من الجزء اللي فوق ياعتبرني إن الجزء اللي فوق دا خلاص ملوش, مش موجود معنا أنا بستخدم الجزء اللي تحت عندي أدخل إهو ما هو دا درد أيمن اللي حدق بيقول عليه التوافق يعني الجزء اللي فوق لازم يبقى فيه مطهقم عموزي اللي تاحت يعني انا اعل ماه tighter مش كده مش حدك تقصد كده أنا اقصد كده اه بس انا عايز اقول حدك الحاجة بالنسبة لكلمة التوافق انا بجي من أجل مع البنات بس انا ما شغلش توافق انا دلوقتي عايز احاسي الوارد عالي تحت انا ما شغلش توافق قيسي محمد انا دلوقتي، شغالزي لجزء اللي تحت طيب التكنيك يعني زي ما قلت رقم واحد اني التوتل كله مع بعض رقم اتنين المدى الحركي جنب العلامة عشان اتكلم بلد شوية تمام جنب العلامة رقم اتنين ان انا مايكونش بعيدة عن العلامات في نفس الوقت مايكونش فيه سرعة لان التكنيك مفوش سرعة طيب امتى يبقى السرعة؟ في مرحلة الناشئين ادي وشك للكاميرا كابتن ايمان عشان وانت بتشرح برضي يبقى اه ايوة في مرحلة الناشئين او مرحلة ايه او مرحلة الدرجة الاولى تمام احط فيها شغل الاداء ان انا افنش بسرعات تمام سي مثلا عندي اربع ايه معهم هحط مثلا امع الناحية دي وافنش بعد ما تخلص ده بالسرعات مرحلة البراهم اعمل ايه الولد اعلمه التكنيك الصح لا حبيبي لما تتنجي تدخل تدخل بجسمك كله عشان ما تقولش في النقطة دي تمام رقم اتنين المدى الحركي بتاع بيكون قريب من العلامة هل مدربين البراهم بقلقصوا بحاجة ازاك انا بوقف الثمانين عشرين مرة الثمانين بوقفوا ثلاثين مرة درجة اولى ناشئين براهم بوقفوا بوقفوا ليه لان الولد داخل على اداء دي مهرات حركية ماده اللي بستخدمه في الكورة تمام اصد ازاي ده اللي بستخدمه في شغل الكورة تعالي النقطة تاني تمام لما مثلا الابنين بيجر جنب بعض وكتفي بكتفي زميل والواحد وقع تمام مين اللي يقوم بسرعة مين بسرعة عاديا دي رشاقة محتاجة انسيابية في جسم الانسان نيجي مسلا لموضوع دي بالنسبة لاخطاء اللي احنا باللاحظة واللي احنا بنشوفها بالنسبة للناس اللي برا اللي بتشتغل ما بتشرعش ايه جري اعمل ما عرفش لا غلط غلط انا الولد اأسسه من تحت الاول اشتغل معه تكنيك بس اشوف وضعه لكن كوني ان انا اروح امسك الولد وقوله ايه جري لعمة يساح بتشوف انت بتسمع الحاجات دي بنشوف وبسويت وزعيع والولد يعني لو غلط ولا ولا ايه امر انت ما عملتش كده ليه ويعمل براس هو ده الاحمال التدريبية ازاي اه اللي هنسأل حالك عليها دي اللي بالزبط اللي عايز اوصلك لكنك انت اعداد زهني بالنسبة للعب خطر الولد في محاق البراعم بنشوف بعض المدربين بتشتغل شغل بدني قوي قوي تقييد الاصابات اللي بتحصل نتيجة الحملة البدنة ده دكتور ايمة تمام الاصابات دي يعني متفداها ازاي متفدا الاصابات لمرحلة البراعم ازاي ركب واحد يا ص inside mohammed اللي لما تيجي مسلا بالنسبة لمرحلة البراعم بتلاصابات اول حاجة دور علي الكوتش دور عل وحدة التدريبية هو وحاتفها ازاي كسلسل الوحدة التدريبية دي معمول ازاي دة نقطة عايز الاصرهالة انا عايز الاصرهالة ماذا للا ما دي بتأدي الاصابة اجفان انت بتشوف الحاجات دي عندنا في واضح جدا يعني يعني في ناس بتشتغل بشغل اه اه بتعمل اقول لك لا ما فيش اسمح لا لا بجد والله اسمح محمد هل نتكلم واما اسمح عشين في مواصر طيب انا معاك والله انا مع حضرتك بص واحد بعد ما بيخلص خلص ثمانين اه انزل يابد تمرانا ببطن وضحر دب 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 قوة عضلية هو مش عارف يا عيني لتالك تربة الجمات متعرفش يعني ايه كلمة تقسمات القوة العضلية ولا يعرف ياخدوا القياس بتاع العضلة بصيبة يعني كلمة قياس للعضلة ما يعرفش ياخدوه والقلعة ده ليه استخدمها ازاي مع البراحة ما يعرفوش هم بس يقولك جمبات اطلق حرام عليك ده انت ضيحتي ليه الرباط والمفصل والغضروف والكلام بكله حال السنية الصغيرة عايز تدها قوة ادها اساتك اساتك مططية يعني ايه الاساتك انا كان معايا كنت جبت لك مثلا الاساتك ازاي استخدامتها تمام ودايما اركز على حاجة واحد بس في حاجة من ضمن انواع القلعة ده حاجة اسمان دورس السنية اللي هي تحمل القوة تاني استخدمه في المحال السنية دي اشرح الناس تحمل اللي حاجة بتقوله عليه ده تحمل القوة اه تحمل القوة جزي تحمل القوة ده او بيكون اوزان خفيفة بص بالبلدي بالبلدي تمام اول حاجة لازم اخذ القياس انا عايزة قوي ولدي ابني او ابني يكون قويس وقوي اول حاجة مشكلتنا اسم محمد بص عشان مش رحش علمي مشكلتنا ليه اللعب بيجيلي يقولك مثلا اطع في الروباط اضع في الغدروب اضع في الغدروب عارف السبب ده السبب ان اللعب بيروح يتمرن على العضلة طبعا ان العضلة بتقوى العضلة ركز مع عضلة بتقوى تمام الروباط يضعف ليه مع انت العضلة دي مع انت الوقتي ان العضلة دي زي الروباط انت مشتغلتش على الروباط الأول هو الروباط دا ليه شغل لوحده اه ليه شغل لوحده البص الاربطة والمفاصل والغضال في لها شغل لوحدها ده انت هنا بتقول لي كلمة في وسط الكلام بتقول لي مقاس العضلة قياس العضلة اه بالظيف احنا عندنا في حد بيعمل الشغل اللي حدتي بتقوله ده انه هو قياس العضلة او الكلام ده انا عن نفسي انا بعمله يعني بيتعمل للناشئ أنا بتكلم كبداً لكن أنا بتكلم البراحم مش محتاج القز دلوقتي هل أنا بعمل إيه مع البراحم؟ تمام؟ بالنسبة للقوة العضلية باستخدم الأساتيك المططية بس الأساتيك أو ألمانيا بتعمل إيه بقى؟ تجيب مثلاً الأجهزة أجهزة الجماد ويدخل الولد يعلمه نفس الشيء بقول لك على التكنيك يعني التكنيك قاعد كده تمام؟ سيء مثلاً قاعد على جهاز الدفع الأمامي بص الألمان بيشتغلوا إزاي وما فيش أوزان خالص محمد تمام؟ ويجي مثلاً قاعد الولد الأول يقول لقعد صح تمام؟ أصبت جسمك يجي قاعد في الوضع التشريحي الصح تمام؟ رقم واحد سيء مثلاً اشتغل مثلاً على جهاز الدفع مثلاً أمامي أو على الربعية إمتى يخذ الشهيق وإمتى يطلع على الزفير تمام؟ الناس لنك معلمين باسم محمد أنت فبقظ إزاي؟ بكلمك بأمام لكن هنا إرزع إرزع بزبط وضرب أنا أتكلم واقعي أنا أتكلم بأسلوب بلدي شوية هي المهارة بتكتسب يعني بمعنى في مراحلات البراعن السرعة والرشاقة دي حاجة بتكتسب ولا دي حاجة ربانية زي ما بيقول يعني مع الولد وهو الحركة والسرعة بتاعته يعني أنا ممكن من خلال تخطيط الحم دي أن أنا أدي للولد هو مستريع أخليه بقى سريع؟ طيب أنا أقول لحاجتك على حاجة فهو ده كان الموضوع فيه شائك أنت تعرف أن الكسر العالمي بيكسروه في كم؟ يعني مثلا لما واحد أنا مثلا فيه مثلا يقول لك مثلا أنا عملت مثلا 100 متر مثلا مثلا في 10 ثوان مثلا أو مثلا 5 ثوان تمام لما واحد يكسر الكسر ده بيكسروه في ثانية فالسرعة جزء من الثانية دي واحد طيب أنا وجهة نظري الشخصية ومش وجهة نظري قالت في المراجع كتير جدا أنا بكلمك باستفادة وأهل العلم كتير جدا اتكلموا في الجزئية دي أني موضوع السرعة دو خاص بالمقطع في السلوك بتاع العضلة يعني إيه؟ أنا عند العضلة دي فيها ألياب بيضة وألياب حمرة الألياب الحمرة دي سريقة الانقباط سريقة التعب بطيقة الانقباط بطيقة التعب دي تمتاز بالتحمل ودي تمتاز بالسرعة أه انت فاهم أزل إزاي؟ أه فدي أرجع وأقول لحضرتك باسم محمد أني السرعة عامل وراسية حاجات ما تتتسبش السرعة لا أنا بكلمك أيوا لا أنا ما بقول لحضرتك السرعة أنا بكلمك يعني أيوا الشغل أكسب فيه مثلا ممكن أكسبنا سانيتين سانية دي أقصى حاجة لكن اللي تقدر تعبير فيه شغل الرشاقة 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 يعني الرشاقة يعني الرشاقة خلي بالك لأن الرشاقة منبسقة من السرعة يعني لازم نكون ما لازم نكون الرشاقة يعني ما لازم نتقدر بأقصى حاجة لتتكها المصر العضلة لأنه دي أجهزة العصبية السرعة وأنوحها الرشاقة والتوافق دي كل دي أجهزة عصبية فبالتالي الرشاقة قبل تكتسب بس مع الوقت لو مثلا والد عنده ضائف جدا ممكن مع الوقت يتكتسب لكن السرعة أه أقدر ألعب فيها بس بتلعب في نسب قد إيه دي ترجع لإلاف العضلية يعني أنت لو بسيط على مثلا نجميلة محمد صلاح هتلقى مثلا عنده الألياف الحمرة عاجة جدا دعمه الوراثة دعمه الوراثة بالزبط ما نرويش دعوه بالتدريبات ما نرويش دعوه بأي حاجة خلال لا بيبقى التدريبات لها عوامل بس ما نحيز أقول لحضرتك على حاجة هو إيه اللي بيغليني أنا أقوم بسليح جدا تمام إيه اللي أقدر أعمله طيب إنت تسألني سؤال تقدر تقول لي إيه اللي أقدر أعمله مع الولد علشان يقدر يتعلم السرعة وإيه الأخطاء اللي بيشوفها في الملاعب تمام فاضل أستمر حمد فأقول لحضرتك برضو مش هاخرك برضو من نفس الموضوع برضو في التمرينات مثلا السرعة تمام نبص نقل مدرب تمام الوقت بيعلم مثلا السرعة وهم بيعلموا السرعة تمام بييجي مثلا الولد تلقاه مثلا يجري يجري طبيعي كده لا بره يعلموه إزاي يقول لك الولد بص شايف إيده عامل إزاي يقول لك بص الوضع التشريح بتاع جسم أرجع للشغله برضو هنا تاني الوضع التشريح بتاع جسمي لازم إيدي تبقى شغالة معي إيه اللي بديني بباور إيدي وأنا شغال بتحرك أهو 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 حركة إيدي معي فهم أصلي إزاي وبرجع تاني يقول اللي بديني السرعة حركة إيدي رقم واحد لازم يعلم الططل يقعد الأول ويبدأ يتحرك بإيه بإيده الأول لحد يوصل لدرجة إيه درجة الآلية بحيث إن إيده تبقى شغالة معاه وتماتل تمام فلازم السرعة مسؤول عن حركة إيدين حط واحد إيده كده قوله إجري وهات واحد يجري كده أنهل أسرع طب يعني بحرك بزرعة محمد فطبعاً فعشان كده نقول مثلاً برضه دي لازم المتخصص يكون فاهم سرعة التكنيك أهم حاجة تكنيك الأداء المهاري بالنسبة للمهارة نفسها يعني التكنيك بيبقى عاملة إزاي علشان تقدر تأسس ده ممكن أقدر أقولك مثلاً إن السرعة ممكن تكتسب بس بنسبة بسيطة جداً مش بالنسب اللي هي زي مثلاً التحملات مش هتلقى مثلاً واحد عمل لك مثلاً ريكورد مثلاً الفرق بينه بينه أربع دقائق خمس ده مش هياً التكنيك ده ده صحيح بالزبط نفس النزام الرشاقة بتكتسب يعني أنا كنت بتجيني ناس كتير جداً بصراحة يعني أبيض بتعمل معهم إذا دكتور أين نفسي بتاعني بركز على البراحم مرحلة البراحم على التكنيك بس وصدقني هو بياخد عندي أربعة أو خمس أحدات تدريبية هو بابا اللي بقولي بل بالعكس ناس في النادي أنا في بعض الأنبياء لا أمور ألو لي بعض الأنبياء لدي أحد نجمي كبير جداً لا ده زكري اسمه مزيك رسخة عني شيئ قال لنا مين كلان ده وده 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 وعايسهم يا ابن انت بتمرنوا فين فيتنس برا انت بتمرنوا فيتنس برا قال لأ بتمرن عن كلان كلان قال لين مبيين لأن التدريب الصحي محمد هو تدريب صحي فبتمنى طبعاً من خلال بردنامج حضرتك المحترم دوان اني يعني يبقى متواجد يبقى فيه متواجد أبسط الأمور أبسط الأمور انت عندك جارد يولى مع أهل الرشاقة واحد ومع أهل المرونة واحد ومع أهل التوافق واحد تخلي بالك لكل مكوم من وقالات اللاقة المدينة المحمول كوتش انت صحيح انت بانشوف الجهال الفاني من 15 أنا بنقول بس واحد بس يا جماعة واحد بس مش مطالب أكتر من كده واحد حتى على الأقل خلص يكون علمي علمي يقدر يكتب هاته مخطط حمال طيب أنا هتخليني أسأل حضرتك وقولك أنا النهاردة يعني وصلت لمرحلة البراعم اللي هي انتهت عن 13 سنة أو 12 زياني من أحضرتك بتقول تمام بيبتدي بقى لأن حضرتك اشتغلت ما شاء الله معاندية كبيرة دوري ممتاز فأكيد اتنقلت برضو بالشغل الحمل التدريبي من مرحلة البراعم للكبار تمام مرحلة 13 سنة اللي هي بداية النشئين النشئين تمام لها بيبتدي إمتى الحمل التدريبي عنده يزيد يعني بيبتدي أقول هنا هزود الحمل التدريبي لأنه خلاص عدى مرحلة البراعم ودخل في مرحلة النشئين أنا أقول لها حدك على حاجة مش موضوع حمل تدريبي كل ولد في المرحلة دي لاي حمل تدريبي بس أنا هنا بالنسبة لل13 سنة أو فيما بعد بدخل الأداء أنا هنا اعتمدت فضل أعتمدت هنا على التكنيك نفسه تمام أنا براعم أنا دكتور أيمن تبصص للكاميرا عشان خطر أنا هعمل مثلا أنا هعمل كده أنا أستخدم مثلا كده أنا كنت شغال يمين وشمال لقدام وورا على الجانبي تمام هبدأ أشتغل لقدام وورا تمام كده كده وأختف وأختف أجي الفرق بين ده بين البراعم كده أنا علمت الولد ده براعم لما حطي مثلا أمع النحية دي تمام ويجري لليسبيب بتاعه ويشتغل هنا بسرعة جامد جدا يبقى ده شغل الناشئين دخلت سنة سنة إيه الأداء يبقى أنا بدخل بعلم الولد الأول في مرحلة البرعم على التكنيك ثم بالنسبة للناشئين بستخدم معه اللي اتنين التكنيك والأداء تمام بدخل أهو بسرعة 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 معنا حاجات تانية عايزين برضو مش رحل عاطينا زي خطة كده وليه الأمر يبقى حتى لو هو في البيت يبقى يشتغل على جزء لو هو عايز يطور منها لا مش في البيت يعرف بس يا وسيد محمد بعد إذن حضرتك المدرب اللي شغلت صح المدرب مش شغلت صح طيب خذ من ضمن الأخطاء اللي احنا بنشوفها بره ركم واحد عندي تلقى مثلا المدرب يجال للطفل أو البرعم حوالي تسع دقايق حوالي الملعب خلص على الولد السيد محمد غلط خلص خلص لأن انت عندك تعرف إن الدرجة الأولى درجة الأولى لو مرنت الولد لو مرنت اللاعب بعد 13 دقيقة جاري حوالي الملعب إحماقي كده انت دخلت في مكان التحمل بعد 13 دقيقة بعد 13 ده الفريق كبير الفريق أول فبالك بقى لما انت جاري ولد مثلا لسه صغير عنده تسع عنده خمس ست سنين سبع سنين ثمان سنين تسع سنين عاشر سنين أجري تسع دقاية طيب ليه طيب لأنك انت أنهجت الولد هتاخد من نفة 80 في الوحدة الرئيسية صحيح خلص فالمفقود بيزا بتنقول كلمة إيه تشطب طيب لو الولد اشتغل يؤدي ما يسمى بالهو الحمل الزائد وانا عايزة أفصل بالولد لمرحلة ايه المرحلة تعويض الزائد فعلشان كده أنا عايز أقول لحضرتك عايز أقول لحضرتك إن لما تشوف مثلا كوالية أمر أنا هتكلم باللغة بتاعتنا الدرجة شوية أنا ولي أمر بشوف مدرب بيجر إبني حوالي 9 دقيقة أو 10 دقيقة حوالي الملعة في بداية الواحدة التدريبية ده شغل خطأ لما يجي ألقى مدرب عم عندنا كوارث بكتير جدا ده أنا بيشوف مدربين تعال نصور ده أنا بيشوف مدربين في مرحلة معينة يعني 12-13 سنة ممكن يقعد بدني ساعة ونص لا بجد والله يعني 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 ده يعني أنا بقى هخلينا أسأل هقول لحضرت الحمل البدني الزيادة الحمل البدني بيأثر على اللاعب في المرحلة السينية الكليلة بيقدر إي أصابة يعني أنا يعني أحمال التدريبية أنا هديك مثال بسط جدا فضلا تمام أنا أقول لك على حاجة في فرقة اللي داعي زاكر اسمها في الدور الممتاز كانت بتلعب المسلم اللي عدها تمام كانت بأول خمس مباريات تبقى أول الدوري ونهاية الدوري في النهاية في الدور التاني بتنفس على هبوط ده سببه هقول لك سبب إيه إنك إنت بتدي أحمال تدريبية كسف الولد في فترة الإعداد حاجة براس براس بالأحمال عالية 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 تشبع يجي الكرف نازل هات حضرتك كوباية مية وافتح الحنفي قوي وحطتها يجي الكوباية مية تشيل الكوباية تنقى فاضية نصف فاضية صحيح لإنك إنت بتكسف ولذا كده دخل الحاجة اسمها الأحمال التدريبية إمت أحمالت أقسمها إزاي مكونات حمل التدريب إزاي هل المدرب يعي مكونات حمل التدريب يعني إزاي يدر يعني مثلا أنا مثلا لو ديتك واحدة تدريبية دلوقتي كمدرب خد خد أنا عايزك تاخد وحدة التدريبية وتدهي لمدرب وقل له لو سمحت أنا عايز أرفع الحمل في الواحدة دي وعايز أقلل الحمل في الواحدة دي واتطرق مش عارف مش عارف يعني مكونات حملة هرجعتني لحضرتك وقولك الإصابات يعني ممكن لعب يبقى بسبب الضغط البدني أو الحمل البدني الكبير عليه في مرحلة النشئيين يوصل عند 20 سنة يبقى مش قادر هو مش يوصل من أهل كامل 20 سنة من قالك يا كلمة هو في لحزتها الإصابات بتحصل يعني مثلا في عوامل تايب تبقى طبعا أرضية الملاعب بتبقى عوامل الضغوط النفسية والضغوط الزهنية برضو على الولد برضو معنا حسب يعني مثلا ما حينما مش قلنا يا سمح المد يعني كلمة حمل تدريبي العبء الواقع على الفرض أثناء أداء المجهود الرياضي وهذا العبء إما يكون بدني مهالي نفسي خططي زهني طب نفسي زهني يعني إيه يعني إنت بتدي للولد الضغط اللي ببقى عليه إنت بتدي للولد حاجة أكبر من قدرته أكبر من قدرته الحاجات مش بتاحته مش سنه النفسيا تمام إنك إنت مثلا عنده مشاكل مثلا أسرية مشاكل في المدارس إلى آخره من الحاجات دي كل جهاز فعلشان كده إحنا الإصابات بتيجي من الأحمال هل المدرب مدرك يعني إيه مثلا مكونات حمل التدريب إزاي أقدر ألحب في الوحدة التدريبية ألعب إزاي مثلا تبقى الوحدة التدريبية دي المسلا عالي إزاي مثلا تبقى متوسط مكونات حمل التدريب تمام إن نلعب في الشدة والحاجم والكسافة يعني إيه حاجم مشدة وكسافة نتكلم برضو للمدارسين برضو رقم واحد أنا بتكلم نجيبها من الكسافة الكسافة هي عبارة عن ده في الخلي بالك في تمرين البراعم حتى في تمرين البراعم تمام نقول الكسافة هي الراحة البينية بين كل تكرار وتكرار أو الراحة البينية بين كل الراحة البينية بين كل مجموعة ومجموعة بمعنى بمعنى إن أنا مثلا عملك مثلا اكسرسيز هنا تمام تمام عملت 80 دلوقتي تمام تمام ده تكرار واحد طيب هعمل مثلا أربع تكرارات يبقى ده مجموعة واحدة طيب في التكرار الواحد أريح قد إيه على حسب إيه بقى لازم أن يكون المتخصص دارس وفاهم يعني إيه طرق التدريب على مكونات اللاقة البدنية ده هي طرق التدريب على مكونات اللاقة البدنية يعني ما يجيش مثلا إيه ييجي مثلا يمرن مثلا السرعة بطريقة الفتر المنخفض الشدة معلش أن أسأل حاجات علمية بس يعني لا أتنا مش عايزة تهملك عايزة عايزة أبقى مع حضرتك طيب اتفضل الجزئية اللي حالك بتقولها دي فكرة إن أنا أيبقى فيه توافق ما بين التدريب وما بين اللي بيدرب ده فاهم وعارف اللي أنت بتقوله ده إحنا عندنا مداربين ما بتعرفش يعني مش عارف يعني مش هتطلع كوادي مش هتطلع مش هتطلع إلا ما راح مرضي إلا لما يكون منظومة دي شغالة بجد شغالة يبقى معهم مداربين لقى بدنية شغالة معهم مخططين أحمال بيوضعوا برامج صح عايزة أقول لك على حاجة معظم الناس بيشتغل برة ويجي واحد يقول لك في نادي يقول لك إلا شوفه بيشتغل برة مع كذا وهو أساسا عنده جهاز مش هايزة أقول لك سبحانه طيب أنا إمتى أبتدي في مرحلة النشئين أو البراعن أبتدي أعمل مقاسة العضلات يعني أبتدي أقاس العضلة بعد مرحلة النمو بتختلف من لعب للعب يعني مرحلة النمو ديها عمر معين يعني دلوقتي واحد مثلا مرحلة النمو مثلا عد مرحلة المراقب مثلا على سنة مثلا 13 سنة وواحد على 11 سنة وعلى 15 سنة وعلى 15 سنة فبتختلف من فرض للتاني وبتيجي خلي بالك للولد بحاجات تانية يعني ممكن مثلا ولد تجي له مثلا بحالة يعني بحالة خمول وفي واحد تجي له بحالة شيطانة بشتان كده تمام وواحد تجي له مثلا بحالة إنه مثلا يبقى في حاجات كثيرة جدا فأنا عايز أوصله لحضرتك إن قياس العضلات أو عشان يبقى أدل ولد باور ليه طيب أقولك بعد مرحلة النمو عشان الهرمون الزكري يكون دخل جوه الولد لإني الولد في المرحلة قبل النمو عضلاته زي عضلة البنت زي عضلة الست بالزبط ما بتقواش في المرحلة اللي هي الأولانية اللي أكل فيها دولتك لحد مرحلة الناشئين لما يدخل بقى في مرحلة الناشئين بقى نقدر بقى نشتغل معاها قوة القوة انت عارف أسو محمد بتفيدني من يوم في المئة في السؤال اللي انت سألتوا حدثك من شوية اللي هو السرحة مولد ما عندهش قوة هيبقى سليع ازاي مضبوط السرحة برضو مسؤولة عن مقطع العضلة نفسه تشوفوا الأفرقى بص الأفرقى دي الأنمط الجسمانية حينا بنجزها في الجامعة النمط الجسماني ساميه النمط الجسماني كذا النمط الأفريقي غير النمط الأوروبي غير النمط المصري حينا عندنا كمصريين نمتاز بالمهارة الأفرقى ينتزف بالنمط الجسماني بالقوة البدنية بالزبط طب هل ممكن نكتسب القوة البدنية دي نكتسبها نعم ازاي بقى كبت نكتسبها ازاي اول حاجة اول حاجة بص محمد اخذ القياس تمام قياس العضلة يعني كلمة قياس عضلة تمام يعني مثلا عشان اكتسب القوة العضلية بالنسبة للولد اول حاجة انا عندي مثلا ده مثلا الباي التراي تمام العضل الأمامية الخلفية الكلف ما شاء عضلت السمانة العضلت في جسم كلها قادر اخد لازم ان اخد لها قياس كيف يتم القياس تمام في مصطلح اسمه 1RM 1RM ده مصطلح معناه باللغة العربية او معناها كمصطلح اقصى سوق يمكن دفع للعب خد مي سالس محمد عشان بارتبقوا ايه المشاهد ما يتوشي مني تمام انا مثلا انسي مثلا قاعد اهو تمام واقعد مثلا على جهاز الدفع الامامي وعايز اقيس قوة الرجلين هاخد القياس الاول مش هشتغل قوة صح انا عادي القياس القياس الاول مضبوط هجيقعد الاول كده زي ما اتفقنا التكنيك بتاعنا الصح الوضع التشريحي بتاع الصح ابدأ الاول قبل ما اعمل احط الاوزان والكلام ده كله ابدأ اشتغل تمانيات خفيفة واوزان خفيفة واوزان خفيفة ابدأ احط مثلا سي مثلا 100 كيلو تمام اول مثلا هبدأ مثلا مثلا باربعين اشتغل كم تكرار احط الستين احط التمانين اركز مع اسم محمد احط المية لقيت رجلي تقلب وانا بتفع كده هوله قدام رجلي تقلب مش قادر احط المية مثلا احطت مثلا حطت المية المية دي اسم محمد مش قادر حرق مش قادر حرق بص اخر خلاص العضلة مش قادر مش قادرة بتشيل وزن ده هو ده القياس هو اقصى حاجة انتجيتها العضلة نعمل ايه نيجي كدين مسلا جهاز الدفع الامامي مية كيلو تمام مية كيلو تمام وهكزا يوسى محمد على باقي العضلات البي التراي السمانة الامامية الخلفيات الجهاز الرجلين مع بعض كل عضلات الجسم اخذ القياس بنفس الشكل اللي انا عملت انا اديتها فول اكزامبل تمام مثال طيب سيه مسلا طينا عندنا مية كيلو طيب ما هي انواع القوة العضلة عشان امرن وايه خصائصها ووظائفها بالنسبة لمرحلة السنية لندخلت احنا عايزين حلقات يا دكتور ايم بزا انا هقول لك سريعا اه وقت الحالة بمر ما حضرتك انا عايز حاجات سريعة كده سريعا تقسيمات القوة العضلية واحد تحمل القوة اثنين القدرة العضلية واحدة واحدة دكتور ونفهمها للناس برضو طيب يعني الحاجات دي يعني ايه برضو تمام طيب كلمة تحمل القوة تمام دي اه تمرينات بعد ما باخد القياس انا لقيت مثلا الولد مثلا الشيال اقصى حاجة دفعها واكزع على بقى العضلات تمام تمام استخدم ازاي اه تحمل القوة تحمل القوة دي ده خاص بالاربطة والمفاصل والغضريف حلو ملهاش نعبر العضل خالص تمام طيب دي تمريناتها ازاي انا يا سيسي محمد دلوقت دخلت على جهاز الدفع لأمام بمية كيلو طيب تحمل القوة استخدم كام انا هدخل على خمسة وستين خمسة وستين في مم خمسة وستين طيب انا هدخل دلوقت على خمسة وستين كيلو من اقصى حاجة انت جيتها العضلة طيب ايه الغرض من القصة دي كلها بس محمد عارفوا الغرض من القصة دي كلها ايه شفت انت حضرتك المية كيلو اللي كنت مش قادر تفحم الغرض ان انا في نهايتك بورغرام يوصلوا المية كيلو في رجلي اللي بانا اه وصلت تمرينا سهل الله ينعوه يبقى سهل بادا ما كان في صعوبة مع التمرين وده المتخصد اللي قدر يوصلك له الوزئية دي فلما نيجي نستخدم مثلا انا دخلت مثلا مية كيلو اول حاجة الوضع تشهف سريعا كده انا همر سريعا تمام احط ليج لهو هاستخدم اشيل مثلا الوزن بتاعي خمسة وستين كيلو ابدأ ادفع لقدام وارجع برجل الوراء ادفع لقدام طيب ايه اللي محتاجه اول حاجة التكرارات لا تقل عن من عشر الاثناشر انا عايز اقول لحاجة ان وقت الحلقة خلص بصرح جدا 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 مع حضرتك انا محسدش بصراحة الله اه لا ربنا يا كلم حضرتك احنا لسه مخلصناش لسه مخلصناش بالزبط الحاجات فاحنا يعني ان شاء الله يا رب الحلقة النهاردة تكون افادت جزء كبير او من البراعم الرسالة للدكتور ايمن بيقولها ان لازم عندنا وعي في حتة البراعم ما نضغطش على الولد تدريبيا ما نضغطش عليه حمل بدني قوي عشان خطر نقدر العضلة بتاعت الولد ما تستهلكش اللي عند 18 سنة و20 سنة احنا بناخد وعد من الدكتور ايمن ان شاء الله ان يبقى معنا في حلقات جاية بإذن الله كتير لان احنا لازم نعمل فقرة ثابتة عندنا في صرخة ناشئ للشغل البدني عشان انا بشوف كوارث بتحصل اصابات مزمنة لبعض اللعبة لما بتجبر في السن يعني ان شاء الله اشكر جمهورنا جمهور صرخة ناشئ على الوقت النهاردة وان شاء الله نلتقي بكم بإذن الله في السبوع القاضي من السبت الساعة 2 مع موعد معني جميل جيد بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته